كيف ترى قضية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة؟ نحن في مصر نحب وصفها بقضية الصراع العربي مش فقط الصراع الفلسطيني بالطبع في البداية أقول أنها إبادة جماعية لا يوجد أي شك بخصوص هذا الأمر وأقول أنها إبادة عرقية إبادة عنصرية لأننا كما رأينا أن الاتجاه ينصب حول العرب والمسلمين هناك ولكن لأن اللغة التي تستخدمها الإسرائيل تجاه الفلسطينيين هي لغة عنصرية مصطلح إبادة جماعية وتطهير عرقي مصطلح غير متعرف عليه في الصحافة أو الإعلام أو السياسة الأمريكية أو حتى الأوروبية بل تكاد الصحافة الأوروبية وأيضا الأمريكية تخلو من استخدام هذه المصطلحات بل وأحيانا يتم الاعتراض على استخدام المصطلحين حول ما تقوم بإسرائيل في المنطقة أعتقد أن التغطية الإعلامية على الإبادة الجمعية التي تحدث في غزة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها جيدة جدا الأمر يمر بسلاسة ربما تكون منحازة بعض الشيء كما قلت نعم ولكن وصف الحقيقة التي تحدث في غزة أو ما يمر به الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال ربما نعم أعتقد أنك محق أن هذه التغطية تحتاج أن تستخدم اللغة الصحيحة لوصف حقيقة ما يحدث خصوصا في هذه الأثناء ترجمة نانسي قنقر